اتكلمنا على مودست اتكلمنا عن مواجهة الاهلي واسمبا التنزاني في الدوري الافروجي في نقطة بقى او في حكاية لازم اتكلم فيها مع حضراتكم مش كنا اجازة احنا اليومين اللي فاتوا محمد صلاح خلاص يا جماعة رسميا مكمل مع ليفربول انجليزي ده خبر حضراتكم معرفته وبصراحة شديدة كلنا انبسطنا انبسطنا ليه؟ احنا عايزين المشوار يكمل بتاع صلاح يكمل في اوروبا يكمل في الدولة الانجليزية قام القاسية تستمر بس احكي لكم حكاية كده من اولها الاخرة الموضوع ده بدأ ازاي؟ الموضوع ده كان بدأ بعرض عشان بس اوصلكم النقطة في الاخر مهمة جدا بدأ بعرض شفهي من اتحاد لاتحاد السعودي لمحمد صلاح وليفربول العرض شفهي ده فضل عرض شفهي لحد ما قبل غلق باب الانتقالات في انجلترا باربعة وعشرين ساعة وبدأ اتحاد جدا يبعث العرض الرسمي اللي هو كان كام 150 مليون سترليني جنيه سترليني هنا ليفربول رفض العرض قالوا محمد صلاح مش للبيع بعدها او قبلها قبلها عفوا يعني عشان بس ما نساش اي حاجة راجل مدير اعمال محمد صلاح دخل وكتب على تويتر وقال الراجل مكمل مع ليفربول ولو ما كانش عايز يكمل ما كانش يجدد العقد مع الفريق فما فيش الكلام ده نادي اتحاد شاف ان الموضوع ده لأ احنا هنجيب محمد صلاح رغم كلام مدير اعماله احنا هنجيب محمد صلاح فضلوا يضغطوا على ملاك النادي فضلوا يحاولوا مع النادي في الوقت ده محمد صلاح ما كانش بيتكلم ما كانش بيلمح ما كانش بيضغط انه يسيب ليفربول وساب الموضوع اولا واخيرا للنادي الانجليزي هو اللي ياخد فيه القرار ماشي بعد غلق باب الانتقالات في انجلترا كان باب الانتقالات في الدوري السعودي مازال مفتوحا تمام فحاول التحديات ده انه يتعاقد مع محمد صلاح او يتمم الاتفاق مع ليفربول عشان ياخد محمد صلاح وبدأت التقارير الانجليزية تقول ان العرض وسلمتين مليون ستليني واكتر لصالح ليفربول وانه اللاعب هياخد اربع اضعاف ما كان يتقضاه في ليفربول في الاسبوع يعني محمد صلاح بياخد 350 الف ستليني في الاسبوع هو في السعودية او مع التحاد جده هياخد مليون ونص ستليني في الاسبوع في صفقة اتقال انها هتبقى في 3 سنين هتوصل لصالح محمد صلاح ل300 مليون ستليني الرقم خيالي محمد صلاح ما ضغطش عشان ياخد الرقم ده ليفربول ما سابش محمد صلاح رغم انه كان هيبقى اغلى لاعب في التاريخ في التاريخ لاعب يبايع في التاريخ بهذا الرقم اللي هو كان وصل لمتين مليون ستليني اللي هو كان هيقترب من ماتين وخمسين مليون يورو كيمة الشرط الجزائي اللي راح بيها نيمال لباريس سان جرمان بس هنا الامور تختلف عشان ده كان هيبقى بيع من الشرط الجزائي الممكن هتختلف تمام كان يبقى اغلى لاعب في العالم محمد صلاح ورغم كده صلاح اتمسك بتموحه اتمسك بارقامه اتمسك بفرحتنا هنا اتمسك ان احنا نبقى فخرين به دايما هو ضرب مسل عظيم في العالم كله في القارة الاوروبية انه فيه لاعب مصري استغنى عن كل الاموال دي عشان يكمل حلمه انت متعرفش العالم كله انجلترا تحديدا نتكلمه على محمد صلاح ازاي بعد ما الامور دي تقفلت ازاي ده لاعب عظيم ازاي ده لاعب كبير في الوقت اللي فيه نجوم في العالم اساطير بتروحشن الفلوسك سورنالدو بقى بنزيمة وكانتي وفرمينيو وفابينيو ومحرس عد زي ما تعد محمد صلاح بيكمل حلمه وحلمنا هو النصيب ان حلم محمد صلاح مشبوك في حلمنا او العكس حلمنا مشبوك في احلام محمد صلاح دايما فرحانين ومبسوطين والملك المصري مكمل مشواره مفيش حاجة هتهزه مكمل الطريق سنة بقى سنتين وخد خطوة هو عايز يعملها مشي سحنا كنا محتاجيني السنة دي كمان على القال على القال يعني شكرا للمحمد صلاح شكرا للمحمد صلاح